الرئيس السيسي يوجه بتوفير الموارد المالية لتطوير جميع محطات المياه على مستوى الجمهورية الرئيس اليمني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق حول هجمات مطار عدن ويعلن مواصلة عمل الحكومة جونسون يواقع على اتفاق مرحلات مع بعد البريكزيت قبل دخوله حيث التنفيذ مساء اليوم الثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت جرانيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتطوير الشامل لجميع محطات المياه على مستوى محافظات الجمهورية وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الرئي والتنمية المحلية وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية لتطوير جميع محطات المياه بأنواعها المختلفة كما وجه السيسي بالتوسع في تطبيق نظم الرئي الحديثة وتوتين التكنولوجيا المستخدمة في هذا الإطار بالتنصيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية والشركات المتخصصة هناء الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021 جاء ذلك في برقية تهنئة من الرئيس السيسي نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بدوام النجاح والتوفيق للمصريين بالخارج وأن يحقق العام الجديد آملهم وطموحاتهم وأن يحمل لمصر العزيزة مزيدا من التنمية والتقدم والازدهار وجه الرئيس اليمني عبدالربو منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الهجمات التي استهدفت مطار عدن الدولي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدا وأكد الرئيس اليمني خلال اتصاله برئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك معين عبد الملك عفوان أن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها الجماعات المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن ومواصلة جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وجهود تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب ترجمة نانسي قنقر جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح التزامهم بمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة بهدف وقف الصراع وحل الأزمة الليبية أعلنت وكالة الأنباء السورية مقتل وإصابة العشرات في هجوم إرهابي وأضافت سانا أن حفلة ركاب تعرضت لهجوم إرهابي على طريق ديرزور تدمر ما أدى إلى مقتل خمسة وعشرين شخصا وإصابة ثلاثة عشر آخرين صوت مجلس العموم البريطاني على اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي بأغلبية أربعمائة وثمانية وأربعين صوتا مقابل رفض ثلاثة وسبعين صوت من جهته وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الاتفاق عقب وصوله نسخة رئيسية من بروكسل حيث وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندر لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للاتفاق على أن يدخل حيث التنفيذ ليلة الخميس تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استعداداتها لإقامة احتفالية ضخمة خلال رأس السنة حيث ستشهد تلك الاحتفالية أكبر عروض الألعاب النارية بكبري تحية مصر إضافة إلى عد تنازلي للسنة الجديدة بالتوازي مع كبرى مدن العالم صرح المتحدث باسم الشركة المهندس حسام صالح بأن العد التنازلي للعام الجديد ستواضب عليه الشركة سنويا كوسيلة للترويج السياحي ورسالة للعالم تؤكد استقرار وقوة الدولة المصرية من خلال مبدعها مشيرا إلى أن تلك الاحتفالية تأتي بمثابة شكر وعرفان للشعب المصري الذي نجح بالعمل في أن تكون مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي حققت نموا اقتصاديا إيجابيا في ظل جائحة كورونا انتهى موجزة ثانية ويتبقى أن نحي تعل مساعدة المشاهدين بأن تردد أكسترا نيوز أتش دي 12303 معدل الترميز 27500 أما معامل الاستقطاب فهو أفقي كنت معكم أنا سار عبدالله إلى اللقاء اشتركوا في القناة